بين بطن بالتسارع تارة وبين التوقف تارة أخرى تراوح عجلة التشريع داخل البرلمان مرة بفعل الجدل حول نوعية القوانين وأخرى نتيجة الخلاف حول تداعيتها هذه العراقين نتابعها مع مصطفى علوش ما إن بدأ الفصل التشريعي الجديد لمجلس النواب حتى تزامنت معه العديد من المناسبات الدينية والاجتماعية والتي توقفت بظلالها عجلة التشريع ومع عودتها للدوران خلال الأيام المقبلة تؤكد أوسط سياسية ضرورة تعويض هذا التلكؤ وإنجاز القوانين المهمة يعني أعتقد هذه الدورة البرلمانية ربما أصابها شيء من الضعف في موضوع تعديل القوانين أو إقرار القوانين وحتى تمرير القوانين هنا لك حقيقة بلغة قياس الأثر التشريعي وفقا للغة الأرقام أعتقد كانت هذه الدورة البرلمانية لم تحقق إمكانية بلغة الأرقام بتمرير القوانين أو بتعديلات القوانين أو حتى في حسم القوانين الاستراتيجية المحورية فيما تدعو أوسط شعبية للتوجه نحو القوانين المهمة التي تشكل تماثا مباشرا مع حياة المواطنين وترك القوانين الجدلية التي تمثل مصلحة شخصية خصوصا وإن الدورة البرلمانية الحالية لم يتبقى في عمرها التشريعي من الوقت سوى عام تقريبا هناك قوانين مهمة جدا تخص المواطن هم البرلمان أعضاء البرلمان جميعهم وجوهم عن طريق المواطن وأعتقد أنه عليهم واجبات أنه أرضاء هذا المواطن الذي انتخبهم ومواطن الذي انتخبهم أكو قوانين كثيرة تخصها لم تكن تشريعها ولم تكن تصويت إليها وأتمنى من الأخوة بالبرلمان أنه ليظلون أن يأخرون الشغلات المهمة أكل مهم وكل أهم فالمهم لا بد أن يكون في البداية لأنه يكون تصويت عليه بأسرع وقت في سبيل أنه على موضوع تكون هذه المرحلة التشريعية الموجودة عندهم مرحلة ناجحة وتحسب لهم وملامح التعطيل أيضا في عمل السلطة التشريعية وتأخر القوى السياسية في اختيار رئيس للبرلمان بسبب الصراع المكوناتي على هذا المنصب مصطفى علوش الرابعة بغداد ترجمة نانسي قنقر